معنا من ماري بمراسلنا محمود الحميدي محمود أهلا بك معنا آخر التطورات لديك فيما يخص عملية النصر الذهبي حتى هذه اللحظة نعم تسير عملية النصر الذهبي وفق الترتيبات التي تمت للقوات المشتركة في التحالف العربي والقوات اليمنية مسرح العمليات العسكرية كبير وهو يتجه من محورين أساسيين ومن محور ثالث مساند في الاتجاه الجنوبي الغربي المتجه نحو مدينة الحديدة في منطقة الدوريهمي هناك تقدم كبير للجيش الوطني اليمني وسط قهقر وانهيار الميليشيات الحوثية هناك قيادات كبيرة دفعت بها الميليشيات الحوثية إلى محافظة الحديدة خلال الأيام الماضية فالميليشيات الإنقلابية في صنعاء وذمار وصعدة وعمران وبقية المناطق والمديريات التي تسيطر عليها تحاول التحشيد نحو محافظة الحديدة لكن طيران التحالف العربي ومدفعية الجيش اليمني تدك كل التعزيزات القادمة إلى محافظة الحديدة الحديث هنا عن مشائخ من مديريات أرحب ومن مديريات خولان ومن مديريات نهم دفعت بهم الميليشيات الحوثية إلى محافظة الحديدة ولقوا مسرعهم اليوم مسرح العمليات الآخر يتقدم من الاتجاه البر في مديرية بيت الفقي والقوات اليمنية تسير وفق الخطة التي رسمت لها لتحرير مدينة الحديدة في عملية النصر الذهبي التي دعا لها فخامة الرئيس عبد الرب منصر هادي هذا التقدم العسكري لتحرير أولا مطار الحديدة الذي بات يفصل القوات عنه ربما ستة كيلو مترات فقط ومن ثم ميناء الحديدة وبقية المناطق التي تتمركز فيها الميليشيا داخل مدينة الحديدة والتي تحاول الاحتماء بالسكان خلال الفترة الماضية وقد عجزت المفاوضات الأممية من إقناع الحتيين من تسليم مدينة الحديدة وجاءت هذه العملية كما أكد العقيد المالكي وكما أكد خطاب رئيس الجمهورية أنه نتيجة لعدم قبول الميليشيا الإنقلابية بأي مفاوضات للسلام لتسليم المدينة هناك العديد من الأسرى والقتلى داخل صفوف الميليشيات وسط فرار مجاميع كبيرة منهم دفعت بهم الميليشيا خلال الفترة الماضية إلى الجبهات في إطار عمليات التأمين ولم يعرفوا أنهم سيكونون في مقدمة الصفوف أو في قلب المعركة كما أثبتت العديد من التصريحات لمن تم أسرهم أيضا الجيش الوطني اليوم عند الإقدام بهذه العملية تم التعزيز بثلاثة ألوية عسكرية ما يعني أن الحسم سيكون قريب جدا وستكون معركة خاطفة سيدعم هذا الحسم انتفاضة داخل مدينة الحديدة ومن خلال تواصلنا مع الزملاء داخل مدينة الحديدة يقال أن الميليشيا انتشرت بشكل كبير جدا في كل الحارات وفي كل الأزقة هناك تواجد للأطقم والمدرعات العسكرية لأن هناك عدد من شباب محافظة الحديدة وفي عدد من الأحياء خرجوا فعليا وقاموا بإزالة الصور والملصقات والشعارات الحوثية داخل محافظة الحديدة وهذا ما يحدث أيضا في مديرية باجل مديرية باجل تعتبر البوابة الشمالية لمحافظة الحديدة وهي الطريق الواصلة إلى محافظة صنعاء فظهور مثل هذه الانتفاضة الشعبية داخل الأحياء الشعبية سواء في مدينة الحديدة أو مدينة باجل أو في أي مدينة أخرى داخل محافظة الحديدة سيساند الجيش الوطني والقوات المشتركة للتحالف العربي في التقدم أكثر نحو تحرير مدينة الحديدة أسمعك كيف تصفون كذلك معنويات أفراد وعناصر الجيش الوطني اليمني في ظل هذا التقدم؟ بالتأكيد المعنويات مرتفعة خصوصا بعد التقدم الكبير الذي تحقق في العملية منذ فجر اليوم وخلال العملية التي سبقت هذه العملية والتي أوصلت الجيش الوطني إلى مشارف مدينة الحديدة الجيش الوطني معنوياته عالية طوال الفترة الماضية لكنه اليوم بمعنويات أكثر ارتفاعا خصوصا وأن مدينة الحديدة أصبحت أمام أنظار الجنود المتقدمين من الجنوب إلى الشمال في الساحل الغربي شكرا جزيلا لك كنت معنا من مارب مراسلنا محمود الحميدي أشكرك جزيلا